هذا ودعت الأحزاب السياسية في العاصمة المؤقتة عدن إلى سرعة الإفراج عن المختطفين ورد اعتبارهم وفتح مقر الحزب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة ممن قاموا بتلك المدهمات والاختطافات وطالبت الأحزاب السياسية بمحافظة عدن كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية إلى إعلان التضامن مع المختطفين والمطالبة بالإفراج عنهم وقال بيان صادر عن أحزاب عدن في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب اليمني العظيم بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وتستعد الجماهير للاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الأبية التي أنهت الوجود الاستعمارية في جنوبنا الحبيب وفي هذا الجو البهيج بالأعياد الوطنية المجيدة تتفاجأ الأحزاب بمحافظة عدن بقيام ميليشيا مسلحة بمداهمة منزل الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن فجر هذا اليوم واختطافه من منزله والقيام باعتقال عدد آخر من الأعضاء وإغلاق مقر الحزب وأضاف البيان إن الأحزاب السياسية في محافظة عدن وهي تدين المداهمة والاختطاطات وتستنكر هذه الطريقة في التعامل مع حزب سياسي مدني تؤكد أن هذا العمل لا يستهدف حزبا بذاته ولا تنظيما بعينه وإنما يستهدف العملية السياسية الديمقراطية برمتها وأوضح البيان بأن هذا يضر بسمعة الجهات الأمنية خاصة وهي المنوط بها حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة حيث لا تزال حتى كتابة هذا البيان تلتزم الصمت حيال ما جرى ووقع على البيان فروع الأحزاب السياسية في محافظة عدن وهي الأحزاب التالية حزب التجمع اليمنية للإصلاح حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حزب البعث العربي الاشتراكي حزب العدالة والبناء حزب اتحاد الرشاد اليمنية حزب التجمع الوحدوي اليمنية حركة النهضة للتغيير السلمي حزب جبهة التحرير حزب السلمي والتنمية